من كام يوم كان في احتفالية ختام المرحلة التانية من المبادرة الوطنية دوي لتمكين الطفل والاحتفالة دي تمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرانة السيد رئيسي الجمهورية المبادرة دي وفرت لعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وكمان المدرسين أشياء كتيرة جدا صحيح يمكن من أهم الأشياء اللي وفرتها ليهم يا مصطفى هو الدوري الكبير اللي بيعمله المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال هذه المبادرة هنعرف كل هذه التفاصيل من دكتور نيفين عطمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سبع الخير يا رحاديك يا دكتور بنورانا في سبع الخير يا مصر سباح النور مرسي جدا أهلا بحضرتك في البداية خيان عرف السادة المشاهدين يا فندم ايه هي مبادرة دوي ايه الهدف المرجو منها مبادرة دوي المبادرة دي اللي بتنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي زي ما حضراتكم تفضلت وقلتوا بالوقت هي لكل بنت علشان ننملك قدرتها نجعل متخلصتها مسموع لكل أم وقب وقخ يساندها نعمل لها البيئة الداعينة علشان تبقى تفرض في المجتمع نيجابي تقوم بالمسؤوليات والدور بتاحها طيب دكتورة بلغة الأرقام لو اتكلمنا عدد المستفيدين وصلنا لكام مستهدف كام كلمين بالأرقام يا دكتور الأرقام الأرقام احنا دوي بتتنفذ يعني الحقيقة سفراء دوي موجودين في كل المحافظات المصرية الجديد بالوقت ان احنا ابتدين في المجلد قامي التفولة والأمومة بالتعامل مع زرط التربية والتعليم ومؤخرا مع مجلد القبائل والأسر المصرية تحت مبادرة وطن واحد ان احنا ندخل في المحافظات الحدودية ابتدين فعلا في العريش تحت مبادرة وطن واحد والاسبوع اللي فات كنا في مرسى مطروح ليه احنا عملنا في كل التعامل مع التربية والتعليم الحريك عارف طبعا انه 40% من السكان تحت الشريحة العمرية 18 عام 25 مليون منهم موجودين في المدارس الحكومية فده كان اهمية استدامة التدخل ايه دول؟ دولة دي فيها اكثر من مكون اول مكون ان احنا قنية فرصة للولد والبنك ان هما يتكلموا ان هما يبقوا صنع التغيير الاجتماعي الاجابي للمجتمعهم بنعرض عليهم الظواهر السلبية اهمية والظواهر الاجابية اهمية التعليم ليه عمل الاطفال في التنة الصغيرة مش كويس ليه الزواج البنت وهي صغيرة مش كويس التنمر والتنمر على انترنت كل الظواهر المختلفة من ديون فرصة من على حاجة تنهى دوائر الحكي وطرف الخيط ان هما يتكلموا بنعمل برضو بنكون بالنا من الاهاتي اللي هو بيقفل مكون اسمه حوار الاجيال بين الطفل وولي الامر بين الام وابين البنت وامها والولد ووالده ان هما يتبادل الاطوار وطبعا انا بقول انا لقع في نفس من الموضوع دل ان انا كنت امرأة عاملة فكان لازم ادي فرصة ان انا اسمع لولادي اه 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 وانا بطريقة حازمة حازمة ان انا ادي فرصة ان هما يعبروا عن نفسهم فده اللي احنا بنحاول عن طريق حاجة ما التربية الايجابية ان احنا نستهدف اولياء الامور في جزء تاني على البيئة الرقمية ان احنا نخلي الاطفال في كل المدارس كل المدارس الحكومية في المحافظات الحدودية في الاماكن الاكثر هشاشة ان هما يبقى عندهم اولا نمشوا قميتهم الرقمية والجزيد ان احنا بنوضيفه كمان ان احنا نعلمهم ازاي يحموا نفسهم من مخاطر الانترنت حضرتك عارف طبع الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي دي مفتوحة على عالم كله وكل الظاهر الغريبة على المجتمع المصري ازاي نخلي البنت تعرف ايه المعلومات اللي هي تحطها على الانترنت اللي لأ ايه الحاجات اللي انت تقدر تشارط او ترجع تاني تحطها تاني او تنقلها على الصفحة بتاعتك ايه الصح وايه الغلط مع التركيز على الهوية المصرية الوطنية اه نجي نعرف الولد يعني ايه بلده يعني ايه دوره الايجابي في المجتمع اللي هو فيه اه طبعا بننفذ الكلام ده في المدارس عن طريق ان احنا بنبني القدرات الاخصائي الاجتماعيين جوال مدارس بنبني قدرات مدارسين الانشطة ومعالي وزير التربية والتعليم حط دولي بالوقتي كانشطة لا صفية بنقول عليها بالانجليزي انشطة لا صفية هتبقى موجودة طول العام البراثي علشان تبقى فرقة للأبصال ان هم يعبروا عن نفسهم عن طريق انشطة تفاعلية ما هواش جرس احنا مش بنجيره جرس تحصة لا احنا بنخليين بنعرفوا كل المعلومات عن البيئة المحيطة بي وا 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 عن طريق الانشطة احنا دربنا حوالي 150 من الاجتماعيين في جامعيات الغير حكومية جامعيات الاهلية اللي هم قدروا يفيدوا حوالي 30 الف من الطلب واكتر من 10 الف اسرة في اسيوتو قناة ومحافظات اسيوتو قناة والاسكندرية غير ان احنا مؤكرا وصلنا للارقام بتاعة محافظة مرسى مطروح وقبلها العريش ومن شهر مايو ابتدينا كمان اسكندرية وسهاج والجيزة محافظة الجيزة وكنا شروفنا بحضور برضو سير معاني وزير التربية والتعليم ومحافظة الجيزة في المدرسة اللي احنا لفزنا فيها طيب بلحية يمكن يا دكتورو هادك تتكلمي عن الارقام ويمكن الخدمات الكبيرة اللي قدمت من خلال مبادر الدوي كان الهدف المبدئي هو تمكين المرأة وبعد كده تمكين البنات صحيح تمكين البنات ويعني فكرة انهم حتى تشكيل الوعي ودي نقطة مهمة جدا ودلوقتي بنتكلم على فكرة تمكين الطفل وانه الطفل يتكلم وانه يقدر انه يشرح مشاعره ويقدر انه يتكلم اكتر عن نفسه ده يتطلب وعي كمان من الاسرة عشان تسمح لي ان هو يعبر عن كل ده ويقدر ان هو يشارك بكل ده ويتعلم حتى ده وحتى حضرتك ذكرتي كلمة التربية الايجابية ففي روقت الوعي تحديدا يا فهل خليه اخذ من كلام حضرتك واقول ان انك عشان تعمل تمكين للبنت لازم تبقى البيئة داعمة البيئة داعمة البنت عشان تمكن لازم الكل المحيطين بيها صحيح يبقوا عندهم يدوها الفرصة يعني زملها في المجرسة اخوها خالها عمها والدها طبعا فكل والام احنا بنتكلم على ختان الاناس الزباج المبكر لو البيئة نفسها مش بتدعم البنت عشان تاخد حقوقها وتخلصها من كل المبارسات الضارة المختلفة مش حتيقدر ان هي تاخد الدور بتاعها عشان كده احنا بنستهدر الولد والبنت الاسرة زي ما حريك قلتش تفضلتش تربية اليجابية ان احنا زي نبتجي نرفع الوعي باهمية ان احنا نخلق حوار بنا وبين ولدنا وفي نفس الوقت ان احنا نأكد على استدامة التدخلات وعلشان كده بقول حريك ان احنا بنحاول نشتغل في المدارس علشان دي اكبر منصة فيها اطفال وبنفس الوقت لما بنضربهم بنضرب المدارسين على انهم يبدو الفرصة للاطفال ان هما يعبروا عن نفسهم وبرده يتواصلوا مع اولياء الامور لاننا كلنا مسؤولة يعني كل واحد في المجتمع هو مسؤول عن المشت عن لان هما دول سمع تغيير اليجابي مصر واملها وفخران وتكدد هما بكرة هما المستقبل هما الشباب اللي حيقيدوا مصر بكرة تمكين الفتاة المصرية ويمكن ده مصطلح نظام نسمع تمكين المرأة لكن تمكين الفتاة المصرية دور المدارس المجتمعية في ده يا دكتور المدارسة المجتمعية هي نفس المدارسة الحكومية المدارسة المجتمعية دي في الخطة الجديدة أنا كنت أتكلم مع علي وزير التربية والتعليم ان تدرح والفعل على أن نتوسع إلى المدارس المجتمعية لأن حداك عارف أن المدارسة المجتمعية تبقى موجودة في منطقة تبعد عن المدارسة الحكومية على الأقل كيلو نقر فهي ليه أساس أو أي فكرة موجودة المدارسة المجتمعية أنت بتودي الخدمة التعينية في أماكن مش موجودة فيها مدارس حكومية عشان ما تخليش تبعاً من الثقافة بتاعت أن البنت ما تنشيش كثير لغاية ما توصل للمدارسة الحكومية إلى أخره فأنت بتاخد لها بطريقة مبسطة واسمها مجتمعية لأن هي شراكة بين المجتمع يعني مجتمع شيخ البلد بيديك قوضة وإنت بتعمل فيها خاص متعدد المراحل يعني ممكن تلاقي من أولا لتانية وفي نفس الوقت بجيل الأطفال اللي فاتهم سن الالتحاق بالتعليم اللي عديوا سنة سبعة سنين والأطفال اللي تصربوا لأكتر من سنتين فأنت بترجع تاني في المدارسة المجتمعية فرصة أن أنت تلحقهم بالموظومة التعينية الرسمية وبتوصلهم في المدارسة المجتمعية أن هم يتمام المرحلة الابتدائية يعني يأخذوا شهادة ستة ابتدائية وبتأهلهم بعد كده أن هم يبقوا يدخلوا جوة المرحلة الإعجابية المدارسة المجتمعية محظوظة لأنه بيتم تدريب في جهات دولية كتير بتدعم المدارسة المجتمعية بيتم تدريب المدارسين اللي كان زمان بالناس يوم مواثرين وبيبقى العدد بتاعهم محدود هو الفصل حوالي 35 بنت وولد وبعد الأماكن لما بيبقى فيه سجوة بين تعليم بين البنات والولاد بسبقى 75% من الفصل من الحدوء بنات بس وبيبقى فيه اثنين مدرسين مدرس ومدرس مساعد بتيجي فرصة أنك تعمل لهم فعلا تلحقهم باللي فات منهم من فرصة التعليم طيب دكتور بما أن حضرتك ذكرتي الأخصائيين المشاركين في المبادرة بيتم اختيارهم على أي أساس؟ دون أخصائيين دي موجود في المدرسة هو يعني معين في المدرسة فاحنا بنخاول نعظم من الأثر من وجوده جوه في المدرسة الحكومية كل المدرسة الحكومية فيها أخصائي اجتماعي وفيها مدرس أنشطة فاحنا بنركز على دون لأن بقية المدرسة العربي والعلوم وواندي وكلهم مؤهلين يا فندم ولا بيتم تأهلهم؟ عشان كده احنا بنركز على دون علشان عايزين نخرج شوية من التعليم في الفصل إلى الأنشطة التفاعلية اللي تسمح أنه الطفل يعبر عن نفسه وأنه هو يبقى صنع التغيير الاجتماعي وحاولي حدرتك في مبادرة لطيفة جدا إحنا هنكمل دعمها في محافظة مرسة مطروح أن مجموعة من الأطفال تلعب المبادرة مرسة مطروح بلا بلاستيك ونزلوا فعلا وقدموا موافقة من معين المحافظة اللي بشكره جدا على الدعم اللي قدمه لنا في محافظة مرسة مطروح نزلوا ولمبوا البلاستيك بنفسهم وعملوا بعد ما يتعامل وعملوا صفحة على الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي يتدون روحوا المحلات ويقول لهم إذ همية أن هم يستعملوا كيس ورق بدا كيس نايلون ووامل ناحية الصحية فهي عملوا بخوص على الإنترنت وأنا كنت فخورة جدا والحقيقة الحضور الجميع والشيء طبعا يدعو يوصلوا لللي احنا عايزين فعلا يعني نفسه على أرض الواطر اللي احنا تعاملنا التفاعل اللي كان بيننا وبينهم في مدرس بشكر حضرت جزيل الشكر دكتور ريفين عثمان أمين عامل مجلس القومي للتفولة والأمو وبشكر جزيل الشكر يا فد